اكد معالي الشيخ خالد بن احمد بن محمد الخليفة مستشار جلالة الملك للشؤون الدبلوماسية حرص حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه على تعزيز العمل العربي المشترك بكافة أطره وآليته نعم بالإضافة إلى تنسيق المواقف بين الدول العربية إزاء مختلف القضايا وبما يضمن مواجهة التحديات المشتركة وتحقيق تطلعات وأمال الدول والشعوب العربية في المزيد من الاستقرار والرخاء والازدهار معربا معالي عن تقدير عاهل البلاد المفدة ومملكة البحرين للجهود الدؤوبة التي يقوم بها معالي السيد أحمد أبو الغيط آمين عام جامعة الدول العربية في الارتقاء بدور الجامعة على مختلف المستويات ولما فيه خير وصالح الدول العربية منوها إلى دعم مملكة البحرين لكافة الأهداف النبيلة لجامعة الدول العربية والعمل على تنمية دورها في جميع المجالات جاء ذلك خلال اجتماع معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة في القاهرة بجمهورية مصر العربية مع معالي السيد أحمد أبو الغيط حيث تم بحث آخر التطورات والمستجدات في المنطقة وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وخلال الاجتماع عبر معالي السيد أحمد أبو الغيط عن عميق تقديره لجهود عاهل البلاد المفدة حافظه الله ورعاه في تطوير العمل العربي وتعزيز المصالح العربية المشتركة ودعم الجهود التي تقوم بها جامعة الدول العربية في معالجة مختلف القضايا العربية ودفع المساعي والجهود الرامية لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة بما يحقق التقدم والنماء لجميع دولها وشعوبها